ممكن اقول لها ان الرياج لو برجه 28-12 ودي بنت تمانية اربعة يبقى يا حبيبته استني يا حبيبتي الراجل 28-12 وبنت تمانية اربعة البنت دي حامل ماشا بنتي يا لسا انتي معنا يا ابتسام مع السلام يا ابتسام طب احنا ان شاء الله هنرد عليك يا تقريبا يا حبيبتي محرجة شوية لان واضح ان هي بتسأل سؤال عاطفي وكمان موطية صوتها فواضح ان هي قفل عليها الباب فبتقولك لو الراجل 28-12 ده برجه ايه ده برج الجادي بس هو كوز جادي عشان هو اول عشر تيام في الجادي فهو كوز جادي وهي تمانية اربعة هي حمل هي شخصيتها اكوى هو عاطفي او تحس ان هو قديم شوية هي اسرع او فطبعا في فرق ما بينهم هما الاتنين في ال في ال يعني بيبقى في فجوة لما بيكون الست اقوى او فرق في السرعات بينهم طبعا او طيب هي ترتبط بيهو ولا تفاركش عشان برضو اكيد البنت نستنيها الاجابة لا هي الفترة دي عندها يعني انا نصيحة مني ليها برج الحمل يوقف كل قراراته من شهر اثنين لشهر ستة او علشان الفترة دي مش ضده مش يعني ايه دي مش ايامه مش ايام من فيهم برج الحمل مش ايامه لحد شهر كام من اثنين لستة طب انا جيلكم بعد شهر ستة ولا اي ماشي يعني لو هيقرأ فتحة او كده او شغل او يغير حاجة او يعني اكيد انت الشغل هنا او الحاجات دي كلها قررت واخدها من فترة من قبل شهر اثنين سحكرة اوي بس ايه اكيد من قبل شهر اثنين اه ممكن صح اه بيكلموني في الموضوع بقالهم فترة صح ايوة وانت ماشي طب بصتي الموضوع بتاع ان الناس تربط حياتها يعني زي ما يجي لها البني ادم كده مش فارق معها هو كريم ولا بخيل شهم ولا مش شهم وهو فارق معها برجو يعني هل ده صح ولا ايه لا طبعا اكيد مش صح بس هو مش بالبرجو مش بالبخلو مش بال يعني مش بده كله